التهريب الانترنت والتهريب السعاد صراحة هي شوكة نخلص معدها نخلص معدها إذا كان سعر السعاد التي تدخل للعراق عندما كانت الأسعار رخيصة لا يوجد فرق إلى تهربها يعني دولة الطيكياب سعر قريب جدا تعرف أنت سعر الانترنت الميغل يوصل للحدود العراقية يجيبه من ألمانيا توصل للحدود العراقية سعره تقريبا دولار 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 وصل للحدود هذا حتى تنقل داخل حدود العراقية وتوصلها للبدالة تستخدم البنى التحتية الخاصة بالوزارة الإتصالات تدفع تقريبا بحدود 25 دولار كم ضعف؟ 20 ضعف بس مجرد أنت عبرت داخل العراق فرح يصير بالنتيجة أسعاره مكلفة يعني من دولار رح يصير يكلف الشركات الـ 26 دولار صار هذا هو سبب الانترنت الوزارة يعني نقول لك بأنه السياسة يعني هو سياسة تمويل ذاتي أحتاج أنطي رواتب موظفين لازم أحمله أكثر وانا أحمله أكثر لما أمياء للمستخدم ماذا يمكن أن يكون هناك سياسة جديدة؟ دعنا نرى في الدول البقية ماذا تعمل؟ ليس نفس هذه الأبروش هو بالخارج سعر أقل مثلاً؟ أو سعر أغلى؟ لا، خل بالتأكيد ذلك يتهرب؟ أي، ما هو يتهرب؟ ما هو يتهرب؟ ليس معناه يتهرب أنا أجيب الانترنت ويهرب إلى العراق لا، أهرب ساعات يعني أنا أستخدم أشتري ساعات بكلف أرخص بكثير يعني كلفة اللي راح توصلني مكان ما توصلني بـ 26 أو 25 دولار أنا عبرها مسار ثاني وما أدفع فلوس للوزارة بها الطريقة بها الطريقة